كمان حيكون معنا النهاردة فقرة السوشيال ميديا عشان احنا دايما بنحب نكون على تواصل مع حضراتكم نعار كنتوا بتفكروا في ايه عايزين ايه لو عندكم اي طلبات اي تحفظات بنكون طبعا يعني على أتم الاستعداد ان احنا نلب كل الطلبات اللي بتوصل لنا هيكون سؤال حلقتنا النهاردة عن بطبيعة الحال احنا عارفين كويس جدا كلنا ان الرياضة في منتهى الاهمية في حياتنا لكن هل حضرتك وحضرتك بتواصبوا على ممارسة الرياضة وفي حال ما اذا لو كانت الاجابة بنعم يبقى السؤال التاني بتمرسوها لمدة كام ساعة في الاسبوع ده سؤال حلقة النهاردة فيما يتعلق بالسوشيال ميديا وان شاء الله في الجزء الاخير من حلقتنا هنقرأ تعليقات واجابات حضراتكم طيب احنا ممكن احنا نبدأ بنفسنا انا مثلا عن نفسي هجاوي على السؤال ده انا كنت بمارسة رياضة حليا زيرو والله زيرو زيرو لا والله زيرو انا بقى على عكسي بلا فضل انا طول عمري زيرو دلوقتي نزلت تحت زيرو صح لا على فكرة ولا يعني لازم الواحد يقول كريم فعلا بقى يروح الجيم يمكن اربع ايام في الاسبوع ومواظف فبجد برافو عليك انا مش صح اللي انا عملته بس حقيقا لازم يكون صريحة ما بروحش خالص ولا بمارس اي رياضة وده غلط يعني ده غلط عشان كده احنا بنسأل السؤال ده علشان نقدر ان احنا يعني ناخد بييد بعد كده زي ما بيقولوا نشوف مين بيمارس رياضة انا يمكن ان احنا كمان نتشجع يعني نتمنى ان احنا في الاول وفي الاخر ان احنا نمارس الرياضة بشكل يعني يفيدنا لان زي ما قلنا الرياضة مش بس ان احنا بنحسن جسمنا او شكلنا لا احنا كمان ممكن نحسن حالتنا الصحية فاعتقد ولا الرياضة ان احنا عشان نمارسها لازم نروح الجيم او نروح نادي لو احنا مشتركين في الجيم او في نادي ممكن جدا نمارس الرياضة من خلال البيوت يعني في البيت نعمل تمرينات رياضية سيلب دايماً بنعرضها لحضراتكم من خلال كابتن أحمد عوض والحقيقة بيعرفنا دايماً على التمرينات في منتهى الأهمية والإفادة إن شاء الله نرجع كلنا لنمارس رياضة مرة تانية بس لما بقى إيه ظهر يتعيد ربنا يتسلم إن شاء الله كده في إصابات بسيطة